الغضب من الحاضر والقلق على المستقبل الهاجس المسيطر على حس الشعب العراقي في ظل هيكل دولة غارقة بالفساد متردية الخدمات وتفتقد البرامج الحكومية الهادفة مليون نسمة سنوياً هي مقدار الزيادة السكانية في العراق بحسب إحصاءات للأمم المتحدة ومع هذه الزيادة الانفجارية يزداد مستوى الفقر حتى عم أكثر من 30% وازدادت البطالة بين الشباب إلى أن شملت نحو 40% منهم صحيفة Financial Times البريطانية تذكر أن احتمالات المستقبل للشعب العراقي قاتمة وتزداد قتامة في ظل ارتفاع نسب البطالة وتؤكد أن نحو 40% من العراقيين هم الآن دون سن الرابعة عشرة في حين تغيب البرامج الحكومية لملاحقة هذا النمو السكاني ووضع الخطط التنموية التي تضمن مستقبلاً أفضل للسكان ارتفاع نسبة الأطفال ألقى بظلاله السلبية على مستواهم التعليمي حيث لا توجد مدارس كافية لاستيعاب منهم في سن الدراسة إضافة إلى أن العديد من الأطفال يلجأون إلى العمل المبكر مدفوعين بالفقر واليطم وحمل مسؤولية عوائلهم التي فقدت معيلها بسبب الموت بالقصف أو الاعتقال والإخفاء القسري على يد الميليشيات المسلحة أو القوات الحكومية الصحيفة تذكر أيضاً أن النمو السكاني يجهد اقتصاد العراق الذي يعتمد بشدة على النفط بنسبة 99% ورغم ذلك تعاني البلاد منذ أكثر من عقد ونصف من الصراع السياسي على المناصب وجني المطامع إلى أن بلغت الأمور حد كارثة الانهيار الاقتصادي التي تهدد جيلاً كاملاً بالضياع